بقيت هذه التماثيل صامدة لألاف السنين بوجه كل الحروب والعواصف والغزوات إلا أن الحرب في سوريا أوقعتها على وجوهها هكذا فالقصف العشوائي لا يأبه بالماضي ولا يعنيه جيل المستقبل ففي المعارك تبقى السيطرة على حاضر لا يدوم طويلا هدفا رئيسيا على بعد كيلومترات قليلة من محافظة إدلب تشكل مناطق مجلية وسرجيلة وبعودة ووادي مرتحون والامدوقة والصومعة ودير ثوبات والبرج والقهوة جزءا من قائمة مواقع اليونسكو للتراث العالمية والتي تهدد بالاندثار بسبب استمرار القصف والغارات الجوية شمالية البلاد من عدة مصادر حال هذه المواقع كحال مواقع أثرية أخرى على الطريق التي تصل مع برباب الهوى الحدودي مع تركيا منها باقرحة ودرقيتة التي تعود إلى العهد الروماني في منطقة رأس الحصن كانت هذه التمثيل قبل الحرب مرفهة خلف زجاج براق ومكيف هوائي يدفع من يريد أن يراها ثمن تذكرة دخولا لأحد متاحف البلاد الوطنية ولا يستطيع أحد أن يلمسها أما الآن فمصيرها كمصير العديد من السوريين الذين غيبتهم الحرب في مقابر جماعية هلالعلي الحدث لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات